تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 70 طن كما تم ضبط أكثر من 663 طن في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 53 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 958 قضية من بينها 292 قضية خبز ناقص الوزن و200 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر